ولكن من وليد سليمان للاعب أجاد يمكن بختلف مع أحمد في حاجة أكيد رامي ربيع على لعب مستوى ممايز جدا طبعا كان لازم بزكاءه وخبراته أنه يعرف أن طالما الفولين أصلا كان فيه الحكم بالبلدي كده بيتلكك فهو كان مستني رامي يديك الإنذار التاني ولكن محمود متولي بيقدم مستوى مهم جدا سواء في الارتكاز أو في كل مرة بيرجع فيها قلبي دفاع وأعتقد هنفتكر الكلام ده اللعب حيكون ضمن مشروع فيلر على المدى البعيد نقدر نستعرض أرقام محمود متولي لعب 90 ديئة هو الأعلى استقلاصة للكرة سواء في الوقت اللي لعبه كلعب ارتكاز أو لما رجع كقلبي دفاع 17 مرة إيه بقى المختلف في محمود متولي؟ محمود متولي يجيد استقلاص الكرة دون ارتكاب مخالفات عنده مرة واحدة بس فاول هو اللي عمله تمريرات صحيحة دقتها 94% يعني أنت فيلر كمان لو عايز لعب يجيد بناء الهجمة بيقدر يعمل ده 32 تمريرة من أصل 34 محاولات على المرمى محاولتين برضو رقم جيد مراوغات ناجحة للعب قلب دفاع عمل مراوغتين اللي اتنين مراوغات صحيحة فقد الكرة مرة واحدة ومن أقل معدلات لعب الفريق فقدة للكرة هنا إحنا بنتكلم عن لعب بيعرف إزاي يقنع المدير الفني كمان ياسر إبراهيم قدر يعمل ده ياسر إبراهيم بيعمل أرقام مهمة جدا في كل لحظة بتواجد فيها إذن في وجود أيمن أشرف اللي يقدر يريح معلول كمان في مباريات كمان في الدوري في مركز الزهير الأيصر أنت عندك في السنتر باك رامي ربيعة محمود متولي ياسر إبراهيم بحكم لعب رامي وخبراته الأكبر أكيد هو الواقف موجود كرقم واحد ولكن بنتكلم في محمود متولي وياسر إبراهيم شراكة ناجحة برضو هتكون منافسة لمصلحة النادي الأهلي خصوصا في تطور ياسر إبراهيم ومحمود متولي ومعاهم رامي ربيعة اللي أكيد المنافسة دي في صالح النادي الأهلي أحمد بعد ما كنا حسين بالقلق في المركز ده أكيد أكيد وأعيز أقول أن كابتن رامي ربيعة حتى في وجوده مع النادي الأهلي ولعب مبراهيم مع النادي الأهلي دخل مرمى النادي الأهلي هدف واحد فقط لغير فهو أكيد ده يحسب لخط ظهر النادي الأهلي واسمام أمان وهنا عايزين نتكلم عن ريني فيلر اللي وصل بحالة اللاعبين لفكرة أن البديل على مستوى الأساسي أو يقترب بشكل كبير جدا من الأساسي وتحديدا لما نتكلم عن كابتن علي معلول هو أفضل لاعب في الدوري المصري محترف بشهادة كل النقاد الرياضيين سنة 2019 هو نصر النادي الأهلي وبتلعب المقاولين واللي ناس كتير جدا رهنت على فكرة أن ماتش المقاولين هو الماتش الأصعب لنتاج المقاولين الكبيرة جدا واللي خلته في المركز الثاني ومع ذلك مستر ريني فيلر بياخد قرار بإراحة علي معلول في مرامة صرية في الدوري ويلعب بأيمن أشرف لثقته في أيمن أشرف وكمان دي الثقة اللي أكيد بتوصل لمعظم اللاعبين إن أنا بأي 11 لعب مش مهم المنافس هقدر أجيد أه طبعا فيه لعيبة بيصنعوا الفارق ولكن ده سياسة ريني فيلر عنده بعض اللاعبين بيقدر يمنحهم الثقة إن أنت تقدر وإنت عادة على الدكة تنزل تصنع الفارق نحن تكلمنا في ده الحلقة اللي فاتت وكنا صباقين بفكرة الروتيشن إن كان معلول مفترض يريح في مباراة تنطأ ولما ده ما حصلش كنا مع وجهة نظر إنه يريح والروتيشن إنه في وضع جدول الدوري في العالم كله يسمح إن أنت تعمل ده ومفترض إنه إحنا مريحين بمسافة نقاط جيدة عن المركز الثاني تسمح إن أنت تعمل مدورة في عدد جاد من اللاعبين ولكن ننتقل لمدورة بقى داخل التحليل عشان مباراة النجم السحلي نستعرض ياحمد قائمة النجم السحلي الأول لازم نوضح موقف المجموعة طبعا لأن مباراة النجم السحلي مباراة زي ما قلنا مهمة النجم السحلي عنده تسع نقاط يليك النادي الآهلي سبع نقاط يليك الهلال السوداني عنده ست نقاط وطبعا لتأجيل المباراة اليوم الحد مباراة الهلال وبلاتنيوم هتبقى يوم السبت وأكيدنا تكيدها هتبقى واضحة لنادي الآهلي طبعا إنه إحنا هنلعب على الفوز سواء مباراة النجم أو مباراة الهلال لكن لو بلاتنيوم قدر يحق الفوز على الهلال في حالة فوزك على النجم أنت سعت الريدي للدور التالي وهيبقى مباراة الهلال هي مباراة تحديد مركز أول وتاني مع النجم الساحلي لكن بلاتينهم طبعا خارج النطاق خالص بنقطة واحدة دي أبعاد المجموعة أو ترتيب المجموعة موقف صعب ولكن أهلي قادر عليه إن شاء الله عندنا بقى في النجم الساحلي بيغيب عنه ياسين الشيخاوي اللي أحرز الهدف الأول وكليبالي طبعا اللاعب الهارب من النادي الآلي مع غياب الحرس الأساسي اللي طرده أمام الهلال كان عام براءة جيدة جدا أمام الهلال السوداني ولو استعرضنا الحرس اللي يبقى البديل أشرف قرير ولو استعرضنا بقى اللعيبة اللي جاية في بعثة النجم صدام بن عزيزة طبعا ده بيتم الاعتماد عليه مع بهاي دين السلامي وجد كشريدة البريقي بغطاس كانوتيه وده لعب محترف ولازم نلعب عليه بشكل كبير جدا بيفتقد أشياء كتيرة جدا في التمركز الدفاعي بيتكب أخطاء أنا أساس جا جدا بيعمل فولات على حدود منطقة الجزاء للمنافس وممكن كمان يعمل رقالات ترجيح وشفنا مابنزا في الملعب التونسي قدر يعمل عليه مباراة جبير جدا وسجل هاترك في أحد المباريات عمار الجمل وفراس بالعربي ومرتدى والناس ده بك شمال جاية جدا لنادي النجم أمين بن عمر بعد العودة من الإصابة لعب كذا مباراة مالك بعايو، النسناسي بوخشناش، حمزة الأحمر، أهاب المساكني واثنين روس حربة كريم العريبي وحازم حج حسن والاثنين دولت عندهم خطورة كبيرة جدا لأن دقة محاولاتهم على المرمى عالية جدا جدا طبعا الترجي التونسي كان بيواجه النجم السحلي المباراة اللي قبل الأهلي والنجم وقدر الترجي يفوز واحد سفر لكن طبعا كان مريح النجم خمس لعبين أساسيين في المباراة دي ووارد جدا أن هم يشاركوا مباراة النادي الأهلي ولكن برضو بيغيب عنه قوة كبيرة جدا سواء الحارس الأساسية يا فارس أو ياسين الشيخاوي اللي هو برضو برغم كبر سنه وبرغم بطء الحرقة ولكن هو أمام المرمى بيقدر يخلص المااسترو شفنا في لقطة النادي الأهلي وغير كده كمان ياسين الشيخاوي لعب تقيل يعرف إمتى يتحكم في إقاع المباراة هوتو كنترول زاتيمبو واحدة من أهم خصائص اللعب في كرة القدم الحديثة بيقدر يعملها ياسين الشيخاوي ولكن جريده مغير طريقة اللعب بيلعب بتلاتة في عمق الدفاع وعلى فكرة ده خدم النجم جدا لأن كان عنده مشكلة في الحتة دي أكيد زي محمد قال لك كونتيب بيبقى عنده مشاكل نتيجة السرعة والتمنكوزات عنده برضو في الدفاع عمار جمل لعب مميز جدا في التمركز ولكن بهاء الدين سلامي وإحنا بنتكلم عن بوغة طاس وصدام إحنا هنا بنتكلم في سلاسي بيختار ما بينهم جريده أنا شخصيا رغم إن بهاء الدين لعب صغير ولكن صغير في السن عنده وهو ده الفكرة لعب رغم إن هو مش اللي كان أساسي ولكن لعيب صغر سنه بيديله طاقة وبيقدر يتحرك بسرعات وتمركزاته جيدة ولكن مفاتيح لعب النجم بتتمثل فيه وجد كشريده وبينوا الناس الجناحين اللي أعتقد رغم ميزاتهم الهجومية أحمد ولكن المساحة خلفهم نقدر نستغلها وخصوصا وجد كشريده بيسيب مساحة خلفه كبيرة جدا تقدر تلعب في المساحة ما بينه وكمان كان عندهم مشكلة ودي أحد أهم أسلحة جريده اللي أعتقد أنه هو ذكر النجم كويس قوي بوجوده معاه كان فيه الهاف سبيس اللي ما بين قلب الدفاع ووجد كشريده كان دايما الاختراقات من العمق اللاعب الجناح لما بيضم للعمق ويختارك في المكان ده كان فيه مشكلة ده اللي حلوا جريده بفكرة أن التلاتة لاعبين في قلب الدفاع اللاعبها بتقدر ترحل ولكن ومع ذلك فيه مشكلة في عمق الملعب وفيه مشكلة في عمق الملعب هدف الهلال كان من عمق الملعب من عمق الملعب المباشر مش في المساحة ما بين الظهير وقلب الدفاع وهو ده اللي عالجه جريده ولكن النقس بقى اللي غطى لاعب في الوسط ده عمل مشكلة أكبر في زوم فرطين والمساحة اللي هي وانت بتلعب على عمق دفاع النجم من وسط الملعب ولكن عودة محمد أمين بن عمر لاعب يحمد مهم جدا دقت تمريراته في المباريات الأخيرة وصلت تجاوزة فكرة 84% وهو لاعب وسط ومحمد أمين بن عمر كان من لاعبين المرشحين في فترات للنادي الأهلي لاعب ارتكاز جيد جدا جدا وللأسف هو يعوض ياسيني الشخاوي برغم اختلاف المراكز ولكن هيظل عندك اللاعب اللي يقدر يتحكم في الكرة ويقدر لو النجم موقفه جيد داخل المباراة مايفقدش وكمان فعلا روح القيادة فإحنا محتاجين تركيز في المباراة دي كمان الهجوم كريم عريبي احنا بنتكلم فيه لاعب زي ما انت قلت يا أحمد محاولاته على المرمى جيدة معدل تهديفه جيد النجم سجل سبع أهداف النجم في البطولة نهاب المساكني سجل هدف كريم العريبي سجل هدفين حازم الحج حسن مهاجم بديل سجل هدف ياسيني الشخاوي هدف وفيه هدف اللي هو الهدف السادس ده كان هدف ذاتي في مباراة الهلاف ويعد أفضل بديل ودايما جريده بيعتمد عليه حازم حج حسن وبينزل يقف الزدنية جيدة وبينزل يخلص أراته نحن متفقين في الأمور دي ونتمنى ان احنا يكون عندنا تركيز جيد في المباراة مباراة حاسمة مش زي ما بعض الناس بتعتقد النجم مستوى متراجع ولكن البطولة دي زي ما بتقال الكل في الكل هو بيلعب على البطولة دي في المقام الأول أنه هو يكمل فيها نتمنى التوفيق ونتمنى استغلال أنصاف الفرص لأن المباراة الكبيرة دي عدد الفرص فيها ما بتبقاش متاحة بشكل كبير جدا فنتمنى استغلال أي فرصة إن شاء الله نكون موفقين على المرمى ونقدر نجيب هدف بدري يريح اللاعبين إلى حد بعيد وكمان لجمهير النادي الآلي لو الهدف اتأخر ياريت ما نستعجلش اللاعبين ربما إن شاء الله يكون الشوت التاني برضو بيحمل أهداف للنادي الآلي إن شاء الله الآلي حق الفوز ونقفل فقرة النجم الساحلي